هدعش آية في القرآن تتكلم عن الطلاق صح أقول لكم سر أقول لكم شيء خطير في الهدعش آية مات القرآن أنه الآيات الهدعش ولا آية ولا آية تكلمت عن تربية الأطفال بعد الطلاق ولا آية تكلمت عن أنه قرار الطلاق يتوقف علشان العيال ليش؟ مع أنه في آية تكلمت عن الرضاعة في آية تكلمت عن أجرة الرضاعة وعن المسكن وعن العودة الرجعة يعني وعن كم عدد الطلقات وآيات تكلمت عن الإنفاق يعني الأجرة للأطفال بعد الطلاق بس ما في ولا آية تكلمت أنه إذا إحنا بنطلق وعندنا عيال لا نطلق عشان العيال ما في ليش؟ لأن القرآن رسالته واضحة إذا كانت الحياة جحيم رح تخلي تربية العيال جحيم فيصير أحياناً أن الطلاق أفضل لذلك 11 آية في القرآن تتكلم عن الطلاق ما تكلمت عن أنه لا يكون الأبناء مانع ولذلك ليش أنا هنا وضحت لكم أنه شون نتعامل مع الأولاد في قرار الطلاق ولهذا أنا فصلت لكم أطفال تحتها للسنوات أطفال فوق 12 أطفال فوق 6 قاعد أفصل ليش؟ حتى إذا إحنا بنصمم طلاق نصممه صح اللي إحنا نسميه الطلاق الناجح طلاق الناجح يعني التسريح بإحسان طيب الآن انتهينا من النقطتين صح؟ قلنا أسرة ما فيها حب ناقشنا موضوع السكن خلاصنا وناقشنا موضوع الأبناء صح أو لا؟ خلاصنا الآن ندخل في النقطة الثالثة شنه هي النقطة الثالثة هذه؟ اللي هو الدعم المالي والاجتماعي خلاش رح لكم الفكرة أول أحياناً الزواج شيكون؟ يكون مثلاً زوجين والزوج مثلاً عنده خير غني فالزوج عايشة عيشة مرفهة أي شيء تبيه متوفر السفرات في الصيف يسافرون مشتريات يشترون السيارات موجودة العاملات والخادمات موجودين ما عندهم مشكلة يعني مستواهم المادي مرفه وأحياناً يصير في مركز اجتماعي يعني الرجل مثلاً في مركز مرموق في المجتمع والمرأة عندها مركز مرموق في المجتمع في المجتمع فاثنيناتهم ككابولز هني ها كاثنين لما يمشون في المجتمع والله هدول لهم وزن فلان وفلانة لهم وزن في المجتمع طيب الآن هذون الأثنين اللي قاعد يعيشون عيشة غنية ولهم وزن ومكانة اجتماعية ما يحبون بعض خلاص؟ يلا نرجع إذن ما في حب لكن في دعم مالي ودعم اجتماعي هنا عندنا طريقين تمام؟ تمام الطريق الأول إنه أنا صح أني أنا ما عندي حب لكن أنا مستفيد من المركز الاجتماعي والمالي بس أنا من عائلة غنية وأقدر بعد الطلاق أولا مركزي الاجتماعي ما رح يتغير ثانيا كوني من عائلة مرفهة أقدر أعيش نفسي عيشة غنية يعني أنا فلوس زوجي ما تفرق معاي ولا تهمني سؤال المعادلة هذه ما في حب الزواج في دعم اجتماعي ومالي لكن أنا أقدر أوفر الدعم الاجتماعي والمالي أطلب الطلاق ولا لا نعم ولا أشوف جوابكم يلا نعم ولا لا من الجزائر لا نعم مريم نعم يلا نعم صفية نعم ميسو مدري ميسو عاد يطلق يطلق نعم أطلب الطلاق حنان تطلب الطلاق يلا ريمة تطلب الطلاق هدى تطلب الطلاق عولة تطلب الطلاق أسمة تطلب الطلاق أه محمد يطلب الطلاق أشوف بدر يطلب الطلاق أه ندا تطلب ماشاء الله يعني حين اتفقتوا على الجواب أشوف شايفكم أنا كلها نعم 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 متفقين على الجواب شكلكم الجواب صحيح نعم نطلب الطلاق طيب السؤال الثاني اللي هي المعادلة السفلية هذه المعادلة الاتحاد إذا ما في حب وفي دعم مالي واجتماعي لكن أنا بعد الطلاق لا أستطيع أني أوفر لا دعم مالي لأنني أنا ما أنا من أسرة غنية ولا أمي وأبوي أغنية ولا أقدر أعيش هذه العيشة المرفهة اللي قاعدة أعيشها بزواجي ما أقدر ولا أقدر أحصل المركز الاجتماعي المرموق أطلب الطلاق ولا ما أطلب هاتوا أشوف يلا نعم لا 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 دكتور إذا الزوج يلعب قمار هاي بعدين نجاوب عليه لا 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 أطلب وأستر على نفسي لحظة نعم منو نعم أفنان نعم ما عرف ليش قالت نعم بس يعني لا وألف لا 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 ما ها نعم نعم إذا فاسد لا أي موضوع ثاني فاسدها لا تدخلونا أنتو نبي نعم ولا بس شوفوا واضح جوابكم واضح واضح الجواب عدم الطلاق وأنا معكم أنا أرى عدم الطلاق هو أشوفه بس عشان نفهم بعض هو الزواج دائما مو بالضرورة يتحقق فيه كل المصالح يعني مو معقولة يعني إحنا وين عايشين بالجنة إحنا عايشين بالدنيا يعني ما في زوجين أصلا عايشين محققين كل أمانيهم ولا في زوجين عايشين محققين كل اللي يتمنونه مستحيل ولا حتى يعني وين إحنا عايشين بالدنيا في الأخير فإذن هذه هي المعادلة الثالثة خلصناها إني حق المعادلة الرابعة والأخيرة وبعدها عاد نبدي نختم اللقاء إن شاء الله اليوم معكم المعادلة الأخيرة قلنا ما في حب لكن في علاقة عاطفية وعلاقة حميمية داخل غرفة النوم يعني كل زوج قاعد يشبع احتياجات الآخر خلصنا تمام الآن في عندنا طريقين إذا ما في حب وهذا الشيء متوفر لكن بعد الطلاق أنا ما أقدر أوفر هذا الشيء أطلب الطلاق ولا ما أطلب مرة ثانية يعيد السؤال ما في حب لكن في احتياج عاطفي موجود ومأمن في الزواج لكن لو طلبت الطلاق ما رح يتأمن هذا أطلب الطلاق ولا لا هاته أشوف لا 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 هاي مثلث مرات كاتبين لا 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 ولا حالة نعم جعفر نعم يقول جعفر نعم والباجي كله لا رشد قول نعم لا كيف اتعامل معا اذا ما في حب انا ممكن اجاوبكم على السؤال بعدين ما في مشكل سهل كل الحالات اللي قاعدة اقول لكم انا ما فيها حب انا اليوم نقاشي معاكم انو الحالات ما فيها حب اصلا بس احنا انا ابي اوصل حق نتيجة ممكن انا اكون عايش مع شخص صحيح ما في حب بس في مصالح اخرى انا مستفيد هو مستفيد هو عمر بالخطاب رضي الله عنه لما يلا واحد يشتكي من زوجتش قال له قال له اوى كل البيوت تبنى على الحب كل البيوت اللي حين عايشة هذه كلها فيها حب مو بالضرورة الحب اصلا يطلع وينزل الحب عبارة عن مشاعر والمشاعر ترتفع وتنزل حسب الظروف وحسب العلاقة بين الطرفين مرة نرقاها واصلة مية بالمية ومرة نازلة صفر بالمية ومرة خمسين بالمية ومرة أربعين وكل ما نزلت المشاعر اروح اطلب الطلاق وين قاعدين وين عايشين لا هو فيه اهداف للزواج فيه اهداف للأسرة لكن هنا مرة ثانية اذا كان يصعب تحقيق هذا الشيء بعد الطلاق انا مع رايكم عدم طلب الطلاق طيب الاحتمال الثاني اللي هو هذا الاخير شفتوا الاحتمال الاخير اذا ما في حب والزواج قاعد يأمل لي احتياجاتي العاطفية والحميمية لكن انا اقدر لو طلبت الطلاق اتزوج زواج ثاني بسرعة اقدر ما عندي مشكلة قد تكون البنت مطلوبة والولد ما يعوقه شي يقدر يتزوج زواج ثاني يلا الحين هذه المعادلة اعيدها ما في حب الزواج يحقق العلاقة الخاصة الحميمية لكن في حالة الطلاق نستطيع ان نتزوج زواج ثاني نطلب الطلاق ولا ما نطلب هاتوا اشوف يلا نعم ولا لا نعم نعم رمضان كريم طهيب نعم 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 لا نعم 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 أطلب نعم نطلب لا نعم 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 لا 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 والله انا كان ودي اسمع يعني وجهة نظر اللي يقولون لا ليش يقولون لا هو حقيقة انا من رأيي نطلب الطلاق نطلب ليش لانه فيه فرصة زواج ثاني والفرصة سهلة انا قال لكم الفرصة سهلة والفرصة ميسرة سواء على مستوى البنت ولا الشاب طيب وهم عايشين في حياة ما فيها حب وهذا الشي متوفر طيب اذا فيه فرصة لزواج آخر ننجح فيه يكون افضل لكن اذا ما فيه فرصة انا قلت رأيي في السابق لا ما نطلب الطلاق بس اذا فيه فرصة لا والله نطلب انفصلته عن بعض صار الطلاق صار الانفصال تحس من الداخل انت متوتر تحس مو مستقر من تعرفش تصرف من تعرفش تسوي ارجع مرة ثانية او ما ارجع اصلح الوضع ما اصلح اتزوج زواج ثاني ما اتزوج هذه التقلبات وهذه الترددات طبيعي وطبيعية عند اي شخص يطلع من علاقة ويكون فيها انفصال او طلاق الان شون نتخذ الخطوات الصحيحة شون نبدي حياتنا من جديد هل نرجع هل نستمر هل نتزوج زواج ثاني عندنا في دكتور خطوبة مجموعة من الخبراء والاستشاريين اللي يساعدونكم في الجواب على هذا السؤال